السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكو عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين ايه ربكم بخير في الفيديو بتاع النهاردة بازن الله نستعرض على حضراتكو ازاي نظهر سرعة الانترنت سواء كان download او upload في شريط المهام بمنطقة البساطة لو حضرتك حابب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي تابع معايا الفيديو للنهاية طيب هنعمل ده مع بعض ازاي كل اللي انت هتعمله هتروح رايح على شريط المهام اللي موجودة عندك تحت وتضغط على ميكروسوفت ستور اللي هو المتجر بتاع آآ ميكروسوفت هننتظر طبعا لحديث ما يحمل ويفتح الصفحة الرئيسية بتاعي المتجر وهتروح رايحين فوق عند اللي هي خانة البحث وهنكتب كلمة آآ نت اسبيد تمام وبعد كده حضرتك تضغط على انتر تمام هيزهر معاك البرنامج ده طبعا في منه نسخة مجانية دي اللي احنا بازن الله هنشتغل عليها هبدأ اضغط عليه تمام كده هوت هيزهر معايا باستورة ديت هنتظر لحديث ما تزهر معايا خانة آآ التنزيل تمام كده هيبدأ ينزل معايا اقول له تنزيل كل اللي انت هتعمله في الوقت ده هتنتظر لحديث ما يتم تنزيل التطبيق على جهاز الكمبيوت الخاص بك طبعا هو برنامج مساحته اتنين ميجا يش هياخد معانا وقت كبير كل احنا نعمله ده وقت هنتظر لحديث ما عملية التنزيل تتم ووري لحضرتك ازاي هنشغله ازاي نزهر آآ عملية الده واللود والابلود في شريط المهام بمنطها البساطة تابع معايا الفيديو للنهاية زي ما حدراك شايف كده تم الانتهاء من تثبيت البرنامج على جهاز الكمبيوتر بتاعنا تمام هتضغط على طول على فتح من هنا او ممكن نجيبه من اللي هي قيمة تمام كده هننتظر لحديث ما البرنامج يفتح معانا هعمل عملية اغلاق تمام كده اقفل الصفحة دي واقفل الصفحة دي تمام واقفل كل الصفحة دي زي ما حدراك شايف كده اللي هي عملية الده واللود والابلود اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر بتاعي ظهرت في الخانة دي هبدأ اسحبها بمنطها البساطة حطها في قلب شريط المهام بتاعي تمام كده هتظهر بالصورة دي هبدأ انا ممكن اغير بقى اللون كما يترى قليا هعمل عليها كليك يمين وارح رايح عند حاجة اسمها سيتنج تمام كده وانتظر لحديث ما تفتح معايا هبدأ اختار اللي هو color تمام كده هو ممكن بقى تختار تخليها تبقى باللون الاسود او مثلا باللون الابيض زي ما يعجبك ممكن تحركها شوية واصطنها في قلب شريط المهام الخاص بيك ممكن تختار اللون اللي ينسبك فاللون اللي هينسبك او اللي هيبقى بالنسبة لك اكثر وضوحا هتخليه تمام كده وممكن يعني زي ما يتراها الحضر بتاك فانا شايف ان الشكل ده كده يتناسب معايا عشان يبقى بالنسبة او حضرتك اختار اللون اللي هينسبك تبدأ تيفل ده هبدأ افتح بقى اي صفحة من صفحات المتصفح بتاعي وانا افترض هنفتح مثلا اليوتيوب تمام هتلاحظ ان ظهرت عندك عملية الداول لود والابلود على شريط المهام يعني سرعة الانترنت اللي انت بتستخدمها سواء كان داول لود او ابلود شغالة وظهرة امام حضرتك تمام طبعا اه بكده الفيديو بتاعنا ان هذا يكون انتهى لو انت استفدت منه وتعلمتش جديد ما تنسناش طبعا من اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد والسلام عليكم ورحمة اللہ وبرکاتا